نفتوحا ننتقل الآن إلى القدس وإلى مرسلنا أحمد دروشة وقبل ذلك نروه إلى هذا العاجل نتنياهو يقول قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم وهذا تحديدا ما سنفعله أحمد دروشة حتى الآن طبعا إسرائيل لم تتحدث عن هذه الهجمات بصورة مباشرة لكن هناك صدى لما جرى في لبنان يظهر في تصريحات المسؤولين السياسيين والأمنيين في تل أبيب بخصوص الجبهة الشمالية فضل أحمد بالفعل حامد وأبدأ بهذه التصريحات العاجلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الأولى خلال اليومين الماضيين تصريحات مقتضبة مقطع فيديو لا يتجاوز الثواني العشر قال فيه بالحرف لقد قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم وهذا تحديدا ما سنفعله بيان مقتضب من بن يمين نتنياهو يلمح فيه إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجمات غير المسبوكة التي شنتها ضد حزب الله اللبناني وضد المدنيين أيضا في لبنان خلال اليومين الماضيين لكنه لا يتبنى ذلك بشكل واضح ويبدو أنه يمهد إلى مزيد من العمليات خلال الفترة المقبلة كذلك رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ألمح إلى هذا الأمر وزير الأمن الإسرائيلي كذلك ألمح إلى هذا الأمر أن الاحتلال الإسرائيلي عمليا انتقل إلى مرحلة جديدة في هذه الحرب على الجبهة اللبنانية والعمليات ستزداد ضد حزب الله اللبناني إلى درجة أن رئيس أركان جيش الاحتلال يقول أنه في كل مرحلة يجب أن يكون الثمن الذي يدفعه حزب الله أكبر من المرحلة السابقة وهذه أيضا إشارة إسرائيلية إلى التصعيد بالإضافة إلى تحركات ميدانية رصدت خلال الفترة الماضية عند الحدود الشمالية في إسرائيل نفسها تساؤلات عن أهداف هذه العمليات إسرائيل نفذت عملية أمنية بالأمس كذلك عملية أمنية اليوم عرض المصابين كبير بالألاف يقترب بالأمس واليوم من نحو أربعة ألاف مصاب لكن حتى الآن ما هو هدف هذه العمليات هل تأتي تمهيدا على سبيل المثال لعمليات أخرى لقطع الاتصال بين عناصر حزب الله تمهيدا لهجمات أخرى أو أن الهدف هو تفجير شبكة الاتصالات هذه لأنه على الرغم مما يوصف في إسرائيل بنوعية هذه العمليات الأمنية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على موجتين حتى الآن إلا أنها لا تؤدي إلى تغيير جدي في الوضع الأمني لا تستطيع إسرائيل أن تقول إن حدودنا اليوم أأمن وأن بإمكان النازحين الإسرائيليين العودة إلى منازلهم إلى الشمال على العكس هذه العملية التي جاءت على موجتين على الأقل حتى الآن هي تزيد من التوتر على الجبهة الشمالية وتنظر بالتصعيد أكثر وبنزوح عدد أكبر من الإسرائيليين خلال الفترة المقبلة إن توسعت دائرة قصف حزب الله اللبناني بالتالي هناك ترقب إسرائيل تقول أو وسائل الإعلام في إسرائيل لأن إسرائيل الرسمية صامتة إن هذا الأمر يأتي تمهيدا هذه العملية تأتي تمهيدا لشيء آخر إما لعملية أخرى وإما من أجل إرسال رسائل إلى حزب الله وإلى الوسطاء تتعلق بالمفاوضات وكأن إسرائيل تقول إنها بعد هذه العمليات قد تلمس تحولا في موقف حزب الله اللبناني هناك شبه نهج في وسائل إعلام إسرائيلية عند بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين أن هذه الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى حزب الله موجعة سيأتي رد حزب الله قويا لكن بعد هذا الرد قد لا تتدهور الأوضاع باتجاه حرب إنما باتجاه اتفاق لأن حدف هذه العملية هو إقناء حزب الله اللبناني بضرورة تعزل نفسه عن جبهة الإسناد عما يجري من حرب على قطاع غزة لكن هذه كلها تأتي في إطار التحليلات هذه عملية أمنية قاسية كبيرة مركبة ولكن السؤال هو ليس فقط ماذا حدث إنما كذلك ماذا بعد طيب تأتي نفسه